المشكلة باللجيريا كنا هتدراع على الناس يوحوا بالبيت تحكين فاضيحة من فضلك لا تحكين فضيحة وفيه كل مساوي بدليل ما حادث في بيت حموم المستفقين عليه هاتو نحط كل جانب ويوم تكرمون عن الوض��يرجون اللي هو محمد بشاري بغض النظر عن مساوي التحكيم أقول بغض النظر عن بسامح الدول بركة الناوية الجزائري من حقنا كجزائريين بغض النظر أقولها بغض النظر من حقنا كجزائريين أنه كندير قائمة سبع حكام دوليين نشوف حاكم جزائري في نهاية كأس العالم في نهاية كأس إفريقيا في نهاية رائعة الأبطال عندما يكون حكام تدرجة للمدة أربع سنوات أو خمس سنوات وانت تجي بيشاري تحبسه بحجة أنه إنابا أربيتري شامبينا النسيونال يا سيدي الفاضل يا بيشاري يا بيشاري أسمح لي يا بيشاري أنه الحكام كما غربت راهم يحكموا مباراة على أعلى مستوى لا يستطيع أن يكون هنا أو لها غربان يدير 5 ماتش في الجاير ويدير 8 ماتش في الأفريق المعامل يختلف لا تقلصوا معه غاموح اليوم بيشاري وش دار بعيدا ما قلوش بغاموح ما شمده غاموح أطلانت 5 ماتش يطلع تات دوليست ويأتي مصطفى غربان ثاني ويأتي تحت الحلوب المبارب ويأتي بيشاري لذين تنسيونال لذين يدروا مباراة في أعلى مستوى النهاية رابطة الأبطال غربان يجي من كلاسية دوزيامور قاموح والله ما ننتهم في قاموح ما تخليني بعقلي يخلوني الناس بعقلنا وتبعت حاكم أطلانت 5 ماتش المغزى من هذا لأنها تتعلق على الجيري الحاكم قاموح حتى وكان سوبر مال في التحكم لا كاف ولا فيفا ما يخذوش معاه لا كاف ولا فيفا يخذوه مع حاكم أفنت 8 أفنت 9 ماتش يطلع يترج باش يدير أطلانت 5 ماتش في نالكوب ديومون في نالكوب دانفريق هذا الشي أنتك يتحكم بغض النظر عن بو خالفة حداته لا الجيري بو خالفة اللي شرفنا ليحكم مباراة في أعلى مستوى تنحيه وتخلقه للطريق وتجيب نالك وكأنك أعلنت ولمضيت على شهادة وفاة يعني التحكم الجزائري على السعيد القاري والدولي اشتركوا في القناة